المحامي الشهير الفرنسي ماتر جيل دوفير مساء الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة حسب ما فهمت صار عندك ألف محامي ومنظمة تقريبا معك تحت لواءك لمحاكمة إسرائيل وهذا أمر مهم جدا سيدة الأمم المتحدة وضعت إسرائيل أمس على قائمة العار الدولية كيف تنظر إلى هذا الأمر وهل هذا سيسهل محاكمتها؟ نرى أمرين أولا هناك دول لطالما كانت مهيمة ومسيطرة والآن هي خائفة وقلقة وتواجه اضطرابات وهي تتخذ إجراءات غير مسبوقة واستثنائية مثلا مثل القرارات المتخذة من قبل الكونغرس الأمريكي وهذا أمر يثبت اضطراب وخوف قلق هذه الدول أما من جهة أخرى الشعب الفلسطيني الذي بدأ اليوم يحظى بانتباه واهتمام أكثر أكبر على مستوى القانون الدولي فأن التقدم المحرز على هذا المستوى هو تاريخي أن هذه القرارات التي تنصف الشعب الفلسطيني لم نكن قد رأيناها في التاريخ على المستوى القضاء الدولي وأن هذا أمر منصف بحق الشعب الفلسطيني وهذا أمر منصف بحق الشعب الفلسطيني الذي يتطلب حقوقا وأيضا سيادة قانونية وبالنسبة لي الأهم هو عودت الشعب الفلسطيني إلى سلب القانون الدولي لقد خسر الشعب الفلسطيني وقتا طويلا لسيما خلال اتفاقات أورسلو وهذه المحادثات التي أدت إلى أخراج هذا الشعب من نطاق القانون الدولي ومن صلاحيات القانون الدولي والآن أن هذا الشعب يعود إلى القانون الدولي بحماية القاد القضاء قضاء المحاكم العليا على المستوى الدولي وبطبيعة الحال للأسف إنما وصلنا إليه اليوم بدأ بمأساة بدأت في 7 أكتوبر ولكن اليوم نشهد قرارات قضائية وقانونية تاريخية ونحن نعمل على إذن تقويتها ونحن أيضا نرى في المقلب الآخر زيادة في العنف وفي القتل ولكن إن هؤلاء يخسرون أمام القضاء أمام العدالة وأمام العالم أجمع إن كل المراقبين حول العالم اليوم يرون بأم أعينهم هذا التراجع طيب سيد دوفار هل يعني سأوجه إليك لو سمحت السؤال نفسه الذي وجهته للرئيس هنا هل الهجوم التشريعي إذا صح التعبير من قبل معظم النواب الأمريكيين على المحكمة الجنائية سيؤثر على عملها قد تتراجع عن قراراتها مثلا من نجحة نظر العملية منذ نقطة أولا أن النظام الأسلسلي المحكمة يتحدث عن أو ينص على محاكمة أو التعامل بشكل قانوني مع الأشخاص الذين يحاولون الضغط أو استخدام بعض الضغطات أو الأدوات الضغطة في سبيل منع المحكمة من التوصل إلى قراراتها وأن هذه البنود سوف يتم استخدامها وأيضا ندعوها حيث التنفيذ وسنرى ذلك في وجه أعضاء الكونغرس في وجه هؤلاء المشارعين الذين يحاولون الضغط وثاني يد وذراع المحكمة الجنائية الدولية وبطبيعة الحال البرلمان الأمريكي ليس مخولا ولا يسمح له عبر بوفق القانون أن ينص على المحكمة الدولية كيف يتواجب عليها أن تتعامل مع قضاياها إضافة إلى ذلك فإن ما يحصل الآن سوف يعزز من شرعية وقانونية هؤلاء القضاء لأن هؤلاء القضاء إذا ما واجهوا سقوكا ما أو ضغوطا ما أو إذا ما كانوا استنسابيين فإنهم بطبيعة الحال أو إذا ما اعتمدوا سياسة الكائل بمكالين فهذا يعني أنهم خطعوا لضغط الولايات المتحدة الملكية وسوف يخضعون لهذه التدابير التي تحدثت عنها إذن هذه التدابير تحول تعزيز شرعية للنهتمة وأيضا تعزيز فعاليتها أسف أن أضيف نقطة ثالثة أنا بطبيعة الحال وكغير من المختصين القانونيين نحترم بشكل كبير القضاء الذين يعملون على المستوى الدولي في المسحة من الدوليين قد نختلف في بعض القضايا ولكن أنا أحترم جهودهم هؤلاء خبراء ومختصين اقتصاصيين في القضاء وفي التشريعات وفي القوانين وهم يتمكنون من استخدام هذه التشريعات وهذه القوانين الدولية في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل تعزيز العدالة الدولية وأيضا في سبيل معاقبة الجنات وإذن المرتكبين للجرائم أنهم يمتلكون الحق وأيضا القدرة في قول لا ضد الهيمنة وضد الضغوطات هؤلاء بطبيعة الحال يواجهون ضغوطات كبيرة ووضعهم صعب ولكن لسيما من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أوكي ترجمة نانسي قنقر شكرا